وصلنا إلى عنوان البيعة بعد الحديث عن أن أفضل الأعمال التي تقربنا إلى إمام زماننا هو ما يجب علينا فعله اتجاه إمام زماننا صلوات الله عليه وما يجب علينا القيام به إحياء أمره وإحياء أمره يحتاج إلى مقدمة مهمة جدا تنظيف عقولنا من الفكر الناصبي من الفكر المضادي لمنهج الكتاب والعترة لمنهج آل محمد وبعد ذلك تنظيف الواقع الشيعي تنظيف الساحة الثقافية والإعلامية والعلمية الشيعية بقدر ما نتمكن وإن كان الاختراق كبيرا جدا ويبدأ من الرؤوس الكبيرة من أعلى الهرم في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ودخلت في تفاريع هذا الموضوع إلى أن وصل بنا الكلام إلى بيعة إمام زماننا اللهم إني أجدد له في هذا اليوم إنني أقرأ من مفاتيح الجنان ومن زيارة البيعة التي يزار بها إمام زماننا في كل يوم لمن أراد أن يواضب عليها اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم ماذا نجدد؟ عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي هذا هو عهد الولاية وهذا هو عقد الإمامة وهذه هي البيعة الغديرية المتجلية في بيعتنا لإمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي العبارة واضحة في هذا اليوم وفي كل يوم هناك تجديد للعهد وللعقد وللبيعة المهدوية الشريفة هذه الزيارة تقرأ كل يوم بعد صلاة الفجر ما هي صلاة الفجر وكل صلاة من صلواتنا الواجبة والمندوبة كل صلواتنا تجديد عهد وعقد وبيعة مع إمام زماننا نحن حين نجدد في كل يوم عهدا وعقدا وبيعة ما المراد من تجديد العهد والعقد والبيعة المراد هو مداومة الذكر ولا أتحدث عن الذكر اللساني إنني أتحدث عن مداومة الذكر العقلي والذكر القلبي والذكر الوجداني وبعبارة واضحة وصريحة أن يكون الإنسان مسكونا ببيعته لإمام زمانه الأولويات التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية وكان ختام الحديث عندها الأولويات أن تكون الأولوية لإمام زماننا إنني أتحدث مع المنتظرين والمنتظرات حديثي ليس موجها للجميع وهذا واضح من مقدمة البرنامج أفلا يقال إن من الحكمة أن يكون في أول الحديث ما يقال له براعة الاستهلال فذلك من الحكمة ومن المنطق السليمي ومن البلاغة في محل رفيع ومن الفصاحة والبيان في مقام بديع براعة الاستهلال حينما يتحدث المتحدث الذي يمتلك حكمة وبلاغة وفصاحة وبيانا أن يشير وبنحو مجمل وجميل إلى غايات مضامين حديثه القادم ومن هنا بدأت أول حديثي وبدأت أول برنامجي وبدأت أول كل حلقة من الحلقات التي مرت وهذه والتي ستأتي بالسلام على المنتظرين والمنتظرات وبينت من أن البرنامج إجابات على أسئلتهم لذا فحديثي موجه إلى المنتظرين والمنتظرات إذ ربما الآخرون لا يستسيغون كلامي ولا يكون حديثي منسجما مع أمزجتهم ويحق لهم ذلك وللناس فيما يعشقون مذاهب كما يقولون والأذواق متنوعة ولولا الأذواق لبارة السلع والسلع ليس بالضرورة أن تباع في سوق البقالة هناك سلع فكرية هناك بضائع معنوية هناك وهناك وهناك ولولا الأذواق لبارة السلع حديثي موجه وبشكل خاص إلى المنتظرين والمنتظرات البيعة هي هذه أن يكون المنتظر رجلا كان أم امرأة أن يكون مسكونا ببيعته لإمام زمانه أن يكون عقله مشدودا أن يكون قلبه متوجها لإمام زمانه وهذا المراد من معنى الأولوية الأولوية عند هذا المنتظر ترتبط ببيعته لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الذي تشير إليه الزيارة الشريفة اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي نذهب إلى فاصل في كتب الأدعية والمزارات معروف لدينا دعاء يقرأ بعد الزيارات الجامعة بعد الزيارة الجامعة الكبيرة أو بعد الزيارات الجامعة الأخرى هناك دعاء مروي في كتب الأدعية والمزارات وهو موجود في مفاتيح الجنان وقد نقله هنا عن كتاب مصباح الزائر للسيد ابن طاوس رحمة الله عليه ماذا جاء في هذا الدعاء الذي يقرأ بعد قراءة الزيارة الجامعة نخاطبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي نطلب منهم طلبا ما هو هذا الطلب بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي اجعلوني من همكم اجعلوني من همكم أن أكون مذكورا لديكم بشكل خاص أن أكون منظورا برعاية خاصة منكم اجعلوني من همكم القوانين القوانين واضحة اذكروني اذكركم هذا هو القانون الإلهي الواضح اذكروني اذكركم حينما حينما نريد من أئمتنا أن نكون من همهم فلابد أن يكونوا أيضا من همنا بالضبط هذا الذي قال للإمام الرضا يا ابن رسول الله ما لي من المنزلة عندك قال انظر إلى قلبك ما لي من المنزلة أنا يعني الإمام الرضا عندك عندك أنت أيها الشيعي بقدري مالي من المنزلة في قلبك لك من المنزلة في قلبي قانون اذكروني اذكركم اجعلوني من همكم لا بد أن يكون همنا فيما يريدون أن يكون همنا مرتبطا بفنائهم وساحتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قولة امامنا الصادق التي قال عنها قال عنها امامنا الصادق من أن هذا الكلام هذا الحديث يجب أن يكتب بماء الذهب ماذا قال امامنا الصادق نفس المهموم لظلمنا تسبيح نفسه تسبيح نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عباده همه أن يكون الشيعي مسكونا ببيعته لإمام زمانه إنني أتحدث مع المنتظرين والمنتظرات لا شأن لي بغيرهم لذا إذا سمع أحد من غيرهم حديثي هذا ولم ينسجم مع مزاجه وذوقه فإنني أقول إن حديثي موجه للمنتظرين والمنتظرات فقط وفقط فهذا الذي نقوله في دعائنا الذي نقرأه بعد قراءتنا للزيارة الجامعة الكبيرة أو غيرها بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي اجعلوني من همكم لن أكون من همهم ما لم يكون أهمي أهمي الأول والأخير هذه الأولوية نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه همه لنا عبادة اجعلوني من همكم لن أصل إلى هذه المرتبة ما لم يكن همي فيهم ولن أنال ذلك إلا بتوفيقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا ما أشرت إليه قبل قليل من أن صلواتنا الفرائط على الأقل الصلوات الواجبة إنها تجديد عهد وعقد وبيعة مع إمام زماننا هذا ذوق محمد وآل محمد لا شأن لي بالذين يريدون أن يتحدثوا عن أسرار الصلاة بذوق صوفي وتشربت أفكارهم وامتلعت كتبهم بذوق الصوفية المخالفين بذوق ابن عرب وغيره لا شأن لي بهؤلاء وهم أحرار مثلما أنا حر ولا شأن لي بأولئك الذين وقفوا عند حدود الألفاظ يدرون مدار كتب قواميس اللغة وحبسوا أنفسهم في زنزانات الفكر المخالف وجعلوا الدين مجموعة من فتاوى تستنبط وفقا لذوق الشافع وأضرابه لا شأن لي بكل هؤلاء إنني أتحدث بحديث آل محمد ماذا يقول آل محمد هذا هو علل الشرائع للشيخ الصدوق وهذا هو الجزء الثاني وهذا هو الباب الثاني عنوانه العلة التي من أجلها فرض الله عز وجل الصلاة الرواية الأولى عن هشام بن الحكا قال سألت أبا عبد الله إمامنا الصادق عن علة الصلاة إلى آخر كلامه فماذا قال إمامنا الصادق في جواب هشام بن الحكام وهو يسأله عن علة تشريع الصلاة وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد هذه هي علة تشريع الصلاة وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه يذكرون محمدا في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفل عن محمد وينسوه فيندرس ذكره أقرأ عليكم كلام الصادق مرة أخرى أيها المنتظرون أيتها المنتظرات وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أن لا ينسي الناس أن لا ينسي المؤمنين أن لا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه باسم محمد وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لأي شيء لكي لا يغفل عن محمد وينسوه فيندرس ذكره أولهم محمد كما يقول سيد الأوصياء في حديث المعرفة بالنورانية أولهم محمد أو سطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد 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 الله حسنا الله بتجديد وبيعتنا وبيعتنا لإمام زماننا محمد هذا هو المنطق الصافي والله جئتكم بها من أصفى العيون جئتكم بها من هذه العيون الصافية لا جئتكم بها لا من هناك ولا من هناك جئتكم بها صريحة واضحة من هذه العيون الصافية ها أني أتقلب في أفناء كلماتهم وها أني أقلب نواضري في أقوالهم في زياراتهم في أحاديثهم وها نحن نعيش في فناء وفي أجواء في شهر قائم آل محمد هذا شهر رمضان شهر قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين صلواتنا تجديد عهد وعقد وبيعة مع إمام زماننا ومن هنا فاعرفوا قيمة صلاتكم من هنا نعرف مضامين الأحاديث الكثيرة التي تتحدث عن الصلاة وفضلها الصلاة وفضلها يتجلى بهذا المضمون الذي تحدثت عنه كلماتهم الشريفة صلواتكم المفروضة على الأقل هي مواعيد لتجديد العهد والعقد مع إمام زمانكم لا أريد أن أقول أكثر من ذلك وأما شهر رمضان فإننا في كل آن من آناته نجدد العهد والعقد والبيعة مع إمام زماننا هذا هو المفترض هذا هو المفترض شهر رمضان أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة أي أنفاس هذه التي تكون تسبيحا نفس المهموم لظلمنا تسبيح وأي نوم هذا الذي يكون عبادة إنه نوم على هم وعلى هدف وعلى غاية يستيقظ الإنسان بعدها كي يواصل الطريق أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم عبادة هذا الحديث عانقوه مع هذا الحديث نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادة هذا هو منهج لحن القول وتلك هي معاريض كلامهم التي إذا عرفناها أصبحنا فقهاء هذا لحن قولهم وتلك معاريض كلماتهم الشريفة وهذه صلواتنا مواعيد تجديد عهد وعقد وبيعة مع الحجة ابن الحسن والكلام لا يتوقف عند الصلوات المفروضة الصلوات المفروضة والمندوبة على حد سواء هي مواعيد لتجديد عهودنا وعقودنا وبيعتنا مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي اجعلوني من همكم فلابد أن يكونوا في أعلى قائمة أولوياتنا بل لابد أن تكون الأولوية لهم ولا شيء وراءهم أبدا اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي ماذا نقرأ في آيات الكتاب الكريم إذا ما ذهبنا إلى سورة الأحزاب وإلى الآية الحادية والأربعين وما بعدها فماذا نقرأ في سورة الأحزاب في الآية الحادية والأربعين وما بعدها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الخطاب للذين آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ إِجْعَلُونِي مِنْ هَمِّكُمْ نَفَسُ الْمَهُمُومِ لِظُلْمِنَا تَسْبِيحُ وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةً ماذا نقرأ في الكاف الشريف هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف باب ذكر الله عز وجل كثيرًا عن ابن القداح عن أبي عبد الله عن صادق العترة الطاهرة قال ما من شيء ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه كل شيء في شؤنات الديني في العبادة والطقوس والأحكام ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه إلا الذكر ما من شيء إمام صادق يقول ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه إلا الذكر وقطعن المراد من الذكر بالدرجة الأولى الذكر العقلي والقلبي وليس الحديث عن الألفاظ الألفاظ من دون المحتوى العقلي والقلبي ستكون ذكراً فارغاً ينتهي إليه إلا الذكر فليس له حد ينتهي إليه المراد أن العقل يبقى مشغولاً هل يستطيع العقل البشري أن يبقى مشغولاً بذكر إمامه هل يستطيع القلب البشري أن يبقى مشغولاً بذكر إمامه إلى المالا نهايات فليكن ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه إلا الذكر فليس له حد ينتهي إليه فرض الله عز وجل الفرائض فمن أداهن فهو حدهن الفرائض يعني الصلوات وسائر التكاليف ولكن العنوان الأول الصلوات فمن جاء بالصلوات مثل ما يريدون صلوات الله عليهم فقد انتهت حدودها وتمت مع ملاحظة أن هذه الصلوات هي مواعيد لتجديد العهد والعقد والبيعة مع إمام زماننا مثل ما مر الكلام في جواب إمامنا الصادق لهشام ابن الحكم حين سأله عن علة تشريع الصلاة وقرأت عليكم الرواية من علل الشرائع لشيخنا الصادق رحمة الله عليه فرض الله عز وجل الفرائض فمن أداهن فهو حدهن وشهر رمضان أي وفرض شهر رمضان فمن صامه فهو حده والحج وفرض الحج فمن حج فهو حده إلا الذكر فإن الله عز وجل لم يرض منه بالقليل ولم يجعل له حدا ينتهي إليه ثم تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة فقال لم يجعل الله عز وجل له حدا ينتهي إليه اذكروا الله ذكرا كثيرا الصلوات لها حدود الصيام له حد الحج له حد وهكذا سائر التفاصيل الأخرى إلا الذكر والحديث عن الذكر عن ذكر العقل والقلب وليس الألفاظ لأن ذكر الألفاظ هو الآخر محدود وإنما الألفاظ تخبر عن مضمون العقل وعن مضمون القلب صورة رمزية وعميقة جدا ولازلت أقرأ من الجزء الثاني من الكاف الشريف باب ذكر الله عز وجل كثيرا الرواية الرابعة عن زرارة عن زرارة ابن أعين وفي قراءة أعين عن زرارة ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام عن إمامنا الصادق قال تسبيح فاطمة الزهراء من الذكر الكثير قطعا بمضمونه عندنا روايات من سبح تسبيح فاطمة نهارا وليلا مرة في الليل ومرة في النهار فقد ذكر الله كثيرا لماذا؟ لأنه ارتبط بفاطمة أنا هنا لا أريد أن أقف عند شرحي هذا الحديث لأن الحلقة ستنتهي ولم أكن قد أكملت مقصودي وليس من مقاصدي أن أشرح هذا الحديث وإنما جئت به مثالا فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل حدا للذكر والحديث هنا عن الذكر العقلي والقلبي أما في الألفاظ هناك حد وهذا مثال تسبيح فاطمة كما جاء في روايات أخرى مرة في الليل ومرة في النهار أو جاء في روايات أخرى بعد الفرائض الواجبة من الصلوات اليومية وفي الليل أيضا بالنتيجة أنا هنا لا أريد أن أقف عند تفاصيل تسبيح الزهراء ولكن تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ألفاظه محدود هو من الذكر الكثير لماذا لأنه ارتبط بالكوثر بالجهة الأكثر إنا أعطيناك الكوثر إنه من التسبيح الكثير هناك مضامين ومطالب لا أريد أن أخوض فيها الآن ربما أتناولها في مناسبة أخرى وأنا أتحدث في شؤوني زهراء هذا الوجود في شؤوني زهرة الكون والتحقيق وكل معنا من معاني الجمال والخير ماذا يقول صادقهم تسبيح فاطمة الزهراء من الذكر الكثير الذي قال الله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا حينما نقترب من أجوائهم إننا نقترب من كل جمال إننا نقترب من كل خير فحينما نسبح نسبح تسبيح فاطمة وقد بايعنا فاطمة وهذا شهرها شهر رمضان شهر فاطمة ليلة القدر مثل ما قلت في الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج ليلة القدر هي ليلة فاطمة وليلة القائم صلوات الله وسلامه عليه ليلة القدر ليلة الزهراء وليلة ولدها الحجة بن العسن ماذا نقرأ أيضا ولازلت أقرأ في الكهف الشريف وهذا هو الجزء الثاني كتاب فضل القرآن الرواية الأولى المفصلة عن إمامنا الباقر ماذا يقول إمامنا الباقر وهو يتحدث مع سعدنا الخفاف في معنى الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر نفس المضمون الذي تقدم قبل قليل من أن الفرائض إذا ما أداها الإنسان فقد انتهت إلى حدها فإذا أدى الفرائض فهو حدهن وأما الذكر فلا حد له ينتهي إليه كما قال صادقهم وقرأت عليكم وقرأت عليكم قبل قليل جانبا من كلماته الشريفة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر المنطق هو وهو منطق آل محمد ومنطق القرآن واحد فهما يصدران من مشكات واحدة من قلب محمد القرآن صادر من قلب محمد وقلب محمد من تجلياته من تجلياته وليس من أعلى تجلياته عرش رب العالمين ومن تجلياته القلم الأول واللوح الأول وإنني إذ أتحدث عن قلب محمد إنني أتحدث عن الحقيقة المحمدية التي خلقها سبحانه وتعالى ذلك هو الإسم الأعظم الذي خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره وما محمد الذي يتقلب بين أظهرنا صلى الله عليه وآله إلا المجلى الأتم والأكمل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله أجمل الجمال أكمل المجال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فماذا قال إمامنا الباقر ونحن ذكر الله ونحن أكبر ونحن ذكر الله ونحن أكبر فحين توجهنا إلى تسبيح فاطمة على المستوى اللفظي كان مصداقا جليا واضحا للذكر الكثير الذي تحدثت عنه هذه الآية وهي الحادية والأربعون من سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة الآية التي بعد ذلك هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم هو الذي يصلي عليكم متى جاءت هذه الصلاة بعد الذكر الكثير يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا هذه الآية الحادية والأربعون من سورة الأحزاب وسبحوه بكرة وأصيلة الآية الثانية والأربعون من سورة الأحزاب هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فهذه الصلاة من الله علينا متى تحلوا بعد ذكرنا الكثير له سبحانه وتعالى اذكروني اذكركم اجلى معاني هذا الذكر هو ذكرنا لإمام زماننا مر الحديث من أن الصلوات التي هي أبرز مظاهر الذكر المحدود وإلا فالذكر ليس له من حد ينتهى إليه لأن ذكر إمام زماننا يمتد بامتداد العقل ويمتد بامتداد القلب حظنا وتوفيقنا هو الذي سيحدد لنا المساحة والمسافة التي سنواصل سيرنا القلبية معها وسيرنا العقلية معها وإلا فليس من حد لذكر إمام زماننا في المستوى العقلي وكذلك في المستوى القلبي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما إذا ما ذهبنا إلى سورة الأعلى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل ذكر ذكر اسم ربه هم الأسماء الحقيقية لله محمد وآل محمد علي وآل علي فاطمة وآل فاطمة هذه هي الأسماء الحسنى الحقيقية لله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل ذكر لسم ربنا وصلاة قد أفلح من تزكى الآية الرابعة بعد العاشرة والتي بعدها من سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل ماذا نقرأ في الكاف الشريف والله هنيئا لي ولكم أن نتجول معا في مثل هذه اللحظات في شهر هو شهر فاطمة هو شهر الحجة بن الحسن هذا شهر رمضان شهر القائم من آل محمد في مثل هذه اللحظات ونحن نتجول ما بين آيات قرآن محمد وآل محمد وما بين كلماتهم أنا أقرأ من الكاف الشريف من الجزء الثاني باب الصلاة على النبي محمد وأهل بيته عليهم السلام الرواية الثامنة بعد العاشرة عن عبيد الله ابن عبد الله الدهقان قال دخلت على أبو الحسن الرضا صلوات الله عليه فقال لي الإمام الرضا يسأل عبيد الله ابن عبد الله الدهقان دخلت على أبو الحسن الرضا فقال لي ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى الآية الخامسة بعد العاشرة من سورة الأعلى قلت كلما ذكر اسم ربه قام فصلى قام فصلى ركوعا وسجودا فقال لي لقد كلف الله عز وجل هذا شطط هذا تكليف عسير كلما ذكر اسم ربه قام وتوضأ وصف قدميه واتجه إلى القبل وصلى فقال فقال لي ما معنى قوله وذكر اسم ربه فصلى قلت كلما ذكر اسم ربه قام فصلى يعني ركوعا وسجودا فقال لي لقد كلف الله عز وجل هذا شطط فقال فقلت جعلت فداك فكيف هو فقال كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآله هل هناك من منطق أجمل من هذا المنطق هل هناك من تفسير أجمل من هذا التفسير على الأقل نحن في أجوائنا في أجوائنا نحن الذين نقول إننا منتظرون رجالا ونساء وذكر اسم ربه فصلى وحينما نصلي على محمد وآل محمد فإن الله يصلي علينا الآن المعاني أعتقد صارت واضحة الآيات في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ذكر متواصل لمحمد وآل محمد معايشة على طول الخط نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل نعود إلى هذا الحديث الجميل ماذا جاء في الرسالة التي كتبها إمام زماننا بخط يده إلى إسحاق بن يعقوب وأنا أقرأ من كمال الدين وثمام النعمة للشيخ الصدوق طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قوم المقدس خمسمية واثنعش ماذا يقول إمام زماننا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج أمر واضح أن نكثر دعاءنا بتعجيل الفرج هل المطلوب بالدرجة الأولى أن نردد الألفاظ الخاصة بتعجيل الفرج أم أن المراد الحقيقي هو الاستحضار العقل والقلب لإمام زماننا قطعا بالدرجة الأولى هو هذا أن نعيش البيعة مع إمام زماننا من جملة مظاهر هذه البيعة على المستوى القولي على المستوى الطقوسي هو أن نردد أدعية تعجيل فرج إمام زماننا والدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر ولا بد أن يكون العمل منسجما مع مضمون الدعاء فإذا كانت الأدعية لتعجيل فرج إمام زماننا فلا بد أن تكون أعمالنا منسجمة مع هذا المضمون والأعمال المنسجمة مع هذا المضمون هي التي تقع تحت هذا العنوان إحياء أمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ألا تلاحظون أن الآيات والزيارات والأدعية والروايات كلها تأخذنا باتجاه واحد وتلاحظون التناسق الهندسية العجيب والتعانق المعنوي الجميل والحكمة البديعة التي تتجلى معانيها من بين كل هذه التعابير وكل هذا يصرخ بصوت عال الويل لعلم الرجال القذر الذي يريد أن يحطم حديث أهل البيت ما هو هذا حديث أهل البيت دال على نفسه بنفسه هذه كلماته وزياراته وأحاديثه يشرح بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ألا تتلمسون هذه الحقيقة وأنتم تتابعون هذا البرنامج أو تتابعون البرامج الأخرى التي أحذو فيها حذو منهج لحن القول المأخوذ أصولا وفروعا من منطق الكتاب والعترة الطاهرة وفي نفس الرسالة عبارة تشير إلى مضمون عنوان هذا البرنامج الإمام يقول وإني لأمان لأهل الأرض وإني لأمان لأهل الأرض يا أمان الخائفين نسألك يا قائم آل محمد نسألك الأمان أمان الدين والدنيا والآخرة وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج تلاحظون أن المعاني كلها تشير إلى هذه الحقيقة إلى أي حقيقة أن يكون المنتظر مسكونا ببيعته لإمام زمانه كل المعاني تؤدي إلى هذه الحقيقة أن يكون المنتظر مسكونا مثل ما مر علينا في زيارة البيعة التي قرأت عليكم جانبا منها من مفاتيح الجنان من أنني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي هذا المعنى بصياغة موجزة أن يكون المنتظر رجلا كان أو امرأة مسكونا ببيعته لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه وهذا الذي جاء في رسالة إسحاق ابن يعقوب وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج هذا شأن من شؤنات تطبيق بيعتنا لإمام زماننا في الواقع الخارج وفي حياتنا اليومية هكذا أريد لنا أن نكون ولكن يا للأسف لا كنا ولا كانت الشيعة هكذا لماذا لأن علماءنا ومراجعنا تركوا حديث آل محمد وركضوا وراء الفكر المخالف جاءونا بالفكر الناصبي وخدعونا كما هم خدعوا أيضا وقالوا لنا هذا فكر آل محمد وإلا فإن آل محمد أراد لنا أن نكون هكذا وأنا وأنا أقرأ من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق الباب المعنون ما أخبر به الإمام سيد العابد إمامنا السجاد من وقوع الغيبة بالقائم عليه السلام والرواية طويلة وهي الرواية الثانية عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا السجاد ولطالما سمعتم مني هذه الرواية يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة عقول وأفهام قلوب ومعرفة وأفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج ومن أن الذكر لا حد له ينتهي إليه كما قال صادقهم الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من الكاف الشريف وهذا هو الذكر العقلي والقلبي لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة ولن تكون الغيبة بمنزلة المشاهدة ما لم يكن المنتظر يعيش هذا المعنى من أن يكون مسكونا على طول الخط بهذا الذكر الذي لا ينتهي لا حد له ينتهي إليه أن يكون مسكونا بتجديد العهد والعقد والبيعة مع إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه حينئذ يتحقق هذا المعنى أقرأ عليكم الرواية مرة ثانية كي تتذكر هذا المضمون يا أبا خالد وهو أبو خالد الكابلي من خواص أصحاب إمامنا السجاد يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ولنتذكر طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا أنت بالخيار إما أن تنكر إمام زمانك وإما أن تطلب المعرفة من غيرهم مثل ما يحدث الآن في الواقع الشيء أنت بالخيار إما أن تنكر إمام زمانك وإما أن تطلب المعرفة من طريق آخر من غير طريقهم طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة هكذا كان يراد للمجتمع الشيعي أن يكون ولكنه لا كان ولا أعتقد أنه سوف يكون ما دامت العقول والأفهام مستدبرة عن معرفة محمد وآل محمد كما هم يريدون لا كما يريد الشيعة ذلك وحينما أقول كما يريد الشيعة ذلك كما يريد العلماء والمراجع وفقا لعلم الرجال والدراية والأصول وعلم الكلام وأمثال ذلك مما جاؤونا به من ساحة النواصب ومن ساحة أعداء محمد وآل محمد وسوقوا لنا ذلك وكان الذي كان كان من المفترض أن تكون الساحة الشيعية بهذا الوصف أن تكون العقول والأفهام سابحة في فناء معارف محمد وآل محمد حتى تتحول الغيبة عند الشيعة بمنزلة المشاهدة وإنما يكون ذلك حينما تعيش الشيعة معنى البيعة كما يريد إمام زماننا لا كما نريد نحن يتصور الشيعة من أنهم يبايعون المرجعة أو القائد السياسي وهم بذلك يبايعون إمام زمانهم وهذا خطأ كبير هذا خطأ كبير البيعة لإمام زماننا لن تكون مع أحد غيره لأن البيعة لها مواصفات ولها خصائص وقد تقدم الحديث عنها في الحلقة الماضية لا أريد أن أكرر الكلام لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف ليس من جهاد بالسيف ولكن جعلهم بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف كيف يكون هذا الجهاد تبينه نفس الرواية أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا الجهاد هو هذا أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا بحسب زماننا بحسب ظروفنا بحسب مشكلاتنا بحسب واقعنا مشكلتنا الأكبر الثقافة الناصبية الفكر الناصبي نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث كان يراد لنا أن يكون واقعنا الشيعي مثل ما جاء في هذه الرواية التي قرأتها عليكم من كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق وهو يحدث أبا خالد الكابلي يحدثه عن عقول وأفهام ومعرفة تتحقق في الواقع الشيعي كي يرتقي هذا الواقع إلى أن تكون الغيبة عند الشيعة بمنزلة المشاهدة كان المفترض أن يكون الحال هكذا ولكن الأمور في واقعنا هي بعكس ذلك بدرجة كاملة الواقع الشيعي خصوصا المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وخصوصا الكبار في هذه المؤسسة هم أسوأ حالا من عامة الشيعة عامة الشيعة باللحاظ العقائد عقائدهم أفضل من عقائد المراجع والعلماء عامة الشيعة باللحاظ مستوى العلاقة مع محمد وآل محمد حالهم أفضل بكثير من المراجع ومن العلماء ومن الفقهاء ما يقال لهم الفقهاء بحسب التعابير الشيعية وإلا قد لا يكونون فقهاء بحسب منظور آل محمد الناس هكذا تقول عنه علاقة عامة الشيعة مع الإمام الحجة أفضل بكثير من علاقة المراجع ووكلائهم والخطباء وأصحاب العمائم هذا الكلام حين أقوله أنا أتحدث مع المنتظرين والمنتظرات وأتمنى ألا تكون الصنمية قد أخذت منهم مأخذا كبيرا أو أثرت فيهم بعيدا عن الصنمية إنني أتحدث عن واقع ملموس ومحسوس بشكل واضح عامة الشيعة عقائدهم أفضل من عقائد المراجع ومن عقائد المعممين عامة الشيعة علاقتهم بمحمد وآل محمد عموما وبالإمام الحجة صاحب الأمر خصوصا أفضل من علاقة المراجع ووكلائهم ووكلائهم والحوزويين والمعممين قطعا إنني لا أتحدث عن جميع رجال الدين فردا فردا وإنما أتحدث عن الأعم الأغلب فالأعم الأغلب في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية عقائدهم وعلاقتهم بمحمد وآل محمد بنحو عام وبالإمام الحجة بنحو خاص هي في حالة يمكنني أن أقول من أن عوام الشيعة أفضل بكثير وكثير وكثير منهم إنني لا أقول هذا تخرصا ولو كان المقام لتفصيل القول في هذه النقطة بالذات فإنني سأفتح ملفا كبيرا واسعا مشكلتنا كبيرة وأنا هنا لا أريد أن أسلط الضوء على مشكلتنا وإنما أتناول من الحديث ما له علقة بجواب السؤال الذي طرحته في الحلقة الأولى ولازلت في صدد إتمام الإجابة عنه فمثل ما قلت قبل قليل كان يفترض أن يكون الواقع الشيعي مثل ما جاء في كلمات إمامنا السجاد مع أبي خالد الكابلي التي قرأتها على مسامعكم قبل قليل ولكن كان الذي كان وقع الفأس في الرأس الآن بعد أن وقع الفأس في الرأس فماذا نصنع نحاول أن ندرك ما تبقى هذا إذا استطعنا إذا استطعنا أن ندرك ما تبقى الكلام في المستوى النظري فماذا نصنع لهذا الواقع نظريا وإلا عمليا فأنا لست قادرا على أن أصنع شيئا وإنما أتحدث في المستوى النظري في المستوى النظري علينا أن نطحر الإعلام من الفكر الناصبي وأن نوظفه للتطهير من الفكر الناصبي وأن نوظفه لتغيير بنية العقل الشيعي باتجاه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وحين أتحدث عن الإعلام الشيعي أتحدث عن جميع مفرداته ولكن المفردات الأهم التلفزيون ونحن في عصر الفضائيات التي تشتغل وتبث ليلا ونهارا الإنترنت وهو الآخر يشتغل بشكل دائم ليلا ونهارا المنابر الدينية على اختلاف أشكالها إن كان المراد المنبر الحسيني أو كان المراد منبر الجمعة والجماعات أو أو هذه أهم المفردات التلفزيون الإنترنت والمنبر بكل مراتبه وأشكاله علينا أن ننظف هذه المفردات الإعلامية الخطيرة من الفكر الناصبي بالنسبة لي لو سألني سائل هل يتحقق ذلك بحسب تجربتي وأتحدث عن الأفق المنظور لا أعتقد ذلك أبدا سيبقى التلفزيون الشيعي والإنترنت الشيعي والمنبر الشيعي مشحونا بالفكر الناصبي وخصوصا الفكر القطبي في الحلقة الماضية تحدثت عن المقطع الزماني الذي يبدأ من سنة ألف تسعمية وواحد وستين وإلى يومنا هذا ولا ندري إلى أي مدى سيستمر مشكلتنا الكبيرة الواضحة هي في هذا المقطع الزماني فمنذ نهاية الخمسينات والفكر القطبي النجس ومن طريق مراجعنا الكبار اخترق الواقع الشيعي وقدره في جميع الاتجاهات هناك كلمة لصدام حسين كانت تكتب على الشوارع في العراق في بدايات تسلط البعثيين كانت هذه الكلمة تكتب الطالب الجيد الحديث عن الطالب في المدرسة في الجامعة الطالب الجيد بعثي جيد وإن لم ينتمي العامل الجيد بعثي جيد وإن لم ينتمي الموظف الجيد بعثي جيد وإن لم ينتمي كانت هذه القضية في البدايات في بداية تسلط البعثيين حينما لم يكونوا يجبرون الناس بالقوة على أن ينتموا لحزب البعث كانوا ضعفاء فكان صدام يقول هذه الكلمات حين كان نائبا لأحمد حسن البكر الذي كان رئيسا للجمهورية آنذاك الطالب الجيد بعثي جيد وإن لم ينتمي والعامل الجيد بعثي جيد وإن لم ينتمي والموظف الجيد بعثي وإن لم ينتمي منذ نهاية الخمسينات والمرجع الشيعي مرجع قطبي وإن لم ينتمي الخطيب الخطيب الشيعي خطيب قطبي وإن لم ينتمي الحزب الشيعي حزب قطبي وإن لم ينتمي والمنظمة والجمعية والمراكز والمراكز الثقافية قطبيون كلهم وإن لم ينتموا الإعلام الشيعي إعلام قطبي وإن لم ينتمي منذ نهاية الخمسينات والفكر القطبي يسرح ويمرح في الواقع الشيعي أنتم قطبيون وأنا قطبي أيضا لا تستغربوا من ذلك الفكر القطبي قد ضرب أطنابه في كل مكان في كل مكان إنني أحاول الفرار من هذا الفكر النجس بقدر ما أتمكن ولكنني أجد آثارا له تدور من حولي بقدر ما أتمكن ومع ذلك أجد آثارا له تدور حولي لأن الذين أقحموا هذا الفكر هم مراجع الشيعة من الطراز الأول وهم الذين قدسهم الشيعة وأعجبوا بهم وبايعوهم الشيعة ما بايعت إمام زمانها وحتى لو بايعت فقد نقضت هذه البيعة الشيعة خطباؤها يفسرون القرآن خلافا لبيعة الغدير يفسرون القرآن وفقا لمنهج النواصب والشيعة معجبة بذلك والحسينيات تدفع الأموال الطائلة لهؤلاء الخطباء والمتحدثين والفضائيات كذلك والمراجع الكبار يفسرون القرآن بحسب منهج النواصب ويضعفون أحاديث أهل البيت بل يستهزئون بها شديد الاستهزاء ويضحكون عليها ولا أقول هذا إلا عن مباشرة لهذا الواقع وعن ملامسة حسية فلقد سمعت بأذني ورأيت بعيني ولمست الأمر بيدي وقرأت وتابعت وتحققت من كل ذلك تلك هي الحقيقة الواضحة فإذا أردنا وأنا أقول هذا الكلام نظري بحت لأن الأمة لن تتحرك بهذا الاتجاه ولأن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية والله يعلمون صدق كلامي ولكنهم لن يتحركوا لأن ذلك يعيق وصول المرجعية إلى أبنائهم في قادم الأيام وربما يؤثر على زعاماتهم في وقتنا الحاضر والأمر له تفاصيل وأنا لست بصدد التوغل في كل هذه الشؤونات نظريا أقول علينا أن ننظف الإعلام الشيعي من الفكر الناصبي بكل أشكاله من الفكر الشافعي الأشعري المعتزلي الصوفي القطبي وأخطر هذه الأنواع الشافعي في أجوائنا الحوزوية والمرجعية والقطبي في عموم أجوائنا في الفضائيات وعلى المنابر وفي الكتب وعلى الإنترنت وفي حوزاتنا وفي كل مكان علينا أن نطهر الإعلام الشيعي بمفرداته المهمة تلفزيون انترنت المنبر وثانيا علينا علينا أن ننظف المكتبة الشيعية وهذا أمر صعب جدا لأننا لن نجد كتابا نظيفا صعب جدا ولذا علينا أن نؤسس لمكتبة شيعية جديدة وأن نطمره تلك الكتب التي شحنت بالفكر الناصبي إلا إذا استطعنا تنظيفها وتطهيرها المكتبة الشيعية طامة كبيرة تطهيرها أصعب بكثير من تطهير الإعلام لأن تطهير الإعلام يحتاج إلى قرار من أصحاب القرار ويمكن خلال فترة معينة بعد وضع قوانين وشراءط للعمل الإعلامي يمكن أن ننظف الإعلام الشيعي على مستوى التلفزيون الإنترنت والمنبر أما المكتبة الشيعية فتلك طامة كبيرة ولكن لا بد من العمل في هذا الاتجاه والعمل الأفضل أن نؤسس لمكتبة شيعية جديدة وأن نطهر ما نستطيع أن نطهره من كتبنا التي تنجست بتلك القذارات وأما التي لا نستطيع أن نطهرها فعلينا أن نطمرها طمرا وأن نتخلص منها التعليم والتعليم هنا بالدرجة الأولى في حوزاتنا لا بد من تغيير المناهج التعليمية في حوزاتنا العلمية الدينية وهذا سينعكس بدوره على المدارس أو المعاهد التي يمكن أن تلحق بالحوزة العلمية الدينية وهي كثيرة قصوصا في العراق صارت كثيرة بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم هذا الكلام كله نظري هذه أمنيات على أرض الواقع لن يتحقق من هذا شيء أولا لأن الشيعة أساسا لا يعرفون مشكلتهم وثانيا لو شخصت هذه المشكلة للشيعة لا يعبون بها كبار الشيعة من العلماء والمراجع حتى لو كانوا يعرفون الحقيقة وأشك أن كثيرا منهم لا يعرفون الحقيقة ويتصورون أن طرح مثل هذا الكلام يراد من الإساءة لهم والإساءة للواقع الشيعي فماذا نصنع مع عقول مثل هذه العقول المتخلفة والمتحجرة والتي لا تعيما حولها ولا تدرك أين هي واقفة الحكاية طويلة القصة طويلة ولذلك لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذه الجهة أو في هذا الجزء من الجواب لأنني لا أجد فائدة عملية في الحديث عنها الأمة لا تعرف مشكلتها ولو شخصت لها فإنها لا تقبل بالتشخيص ولو قبلت التشخيص فإنها لا تملك حماسا كي تتحرك باتجاه إزالة هذه المشكلة الواقع الشيعي يعاني من مشكلة في مشكلة في مشكلة نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أكمل الحديث ماذا جاء في رسالة رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد وهي رسالة موجهة إلى مراجع الشيعة وإلى علمائها وزعمائها فإن يحيط علمنا بأنبائكم وفي نسخة فإن نحيط علما بأنبائكم والمعنى واحد ولا يعزب عنا شيء من أخباركم لا يعزب لا يغيب ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم وفي نسخة بالذل الذي أصابكم مذجنح مال واتجه مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة وماذا فعلوا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ما هو هذا العهد المأخوذ على مراجع الشيعة وعلمائها وعلى الشيعة عموما هو نفسه الذي أشارت إليه زيارة البيعة اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي هناك عهد هو عهد الولاية وهناك عقد هو عقد الإمامة وهناك بيعة غديرية مهدوية مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسع ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هو هذا هذه كلمة إمام زماننا هذا هو نبذ العهد المأخوذ وأنهم تركوه وراء ظهورهم ماذا جاء في بيعة الغديري وهذا إقبال الأعمال للسيد عبن طاوس ماذا جاء في بيعة الغديري في نص البيعة معاشر معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة فوالله فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي علي الذي قال عنه رسول الله فوالله لا يوضح تفسيره تفسير القرآن إلا هو ثم يقول سيد الأنبياء إني قد بينت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعدي ونستمر في قراءة عقدي ووثيقة بيعة الغدير ماذا أجاب المسلمون الذين بايعوا تبايعك على ذلك قلوبنا وألسنتنا وأيدينا على ذلك نحيا ونموت ونبعث لا نغير ولا نبدل ولا نشك ولا نرتاب أعطينا بذلك الله وإياك يا رسول الله أعطينا بذلك الله وإياك وعليا والحسن والحسين والأئمة الذين ذكرت كل عهد وميثاق من قلوبنا وألسنتنا ونحن لا نبتغي بذلك بدلا ما الذي حدث الذي حدث على الأقل في الواقع الشيعي الشيعة وجدوا بدلا عن منهج علي وآل علي فلا فسروا القرآن وفق منهج علي ولا أخذوا قواعد الفهم من منهج علي بل موقف الشيعة وبالذات المراجع التشكيك في خطب نهج البلاغة إنني لا أعرف بين كباري مراجع الشيعة مرجعا يستنبط الأحكام الشرعية من نهج البلاغة هذا الكلام أقوله وأنا مسؤول عن هذا الكلام لا أقوله هكذا جزافا لماذا بحسب قواعد علم الرجال القذر فإن نهج البلاغة ضعيف لا يعتد به هذه الحقيقة راجعوا كتب المراجع الأحياء والأموات على حد سوا جبار المراجع الذين تقلدونه الآن المراجع الذين تقلدونه آراءهم موجودة في كتبهم وفي دروسهم لا يعتمدون نهج البلاغة إطلاقا في عملية استنباط الأحكام الشرعية مع أن قواعدهم في الاستنباط أخذوها من الشافعي ومن الغزالي ومن الفخر الرازي وأضرابي ومن ابن الحاجب الكردي ومن الأيجي وأمثال هؤلاء هذه الأسماء حين أقولها لا أقولها جزافا هذه الأسماء أسماء مخصوصة مراجعنا وعلماؤنا الكبار الذين أسسوا علم الأصول أخذوا من هؤلاء وهم أيضا درسوا كتبهم ودرسوها وكانت كتب هؤلاء تدرس في حوزاتنا إلى مئات من السنين ليس الحديث عن هذه الحقائق هذه الحقائق يمكن أن أتحدث عنها في وقت لاحق وتحدثت عنها سابقا أيضا هذه هي البيعة وهذا هو العهد مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أعطينا بذلك الله وإياك وعليا والحسن والحسين والأئمة الذين ذكرت بما فيهم إمام زماننا أعطيناهم كل عهد وميثاق من قلوبنا وألسنتنا ونحن لا نبتغي بذلك بدلا وهذه من أهم شرائط البيعة والميثاق فوالله لا يوضح تفسيره لا يوضح تفسير القرآن إلا علي هذا علي يفهمكم بعدي ما الذي جرى في الواقع الشيعي جرى خلاف ذلك إمامنا الحجة إمام زماننا في رسالته إلى مراجع الشيعة وعلماء الشيعة هكذا يقول مذجنح كثير منكم كثير منكم ولذلك إمامنا الصادق في رواية التقليد المروية في تفسير إمامنا العسكري حين تحدث عن الفقهاء المرضيين عن مراجع التقليد المرضيين عندهم صلوات الله عليهم قالهم قليل الأكثر أم أضر على ضعفاء الشيعة من جيس يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه كلمات المعصومين ما هي كلمات مذجنح كثير منكم من مراجع الشيعة وفقهاء الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نقضوا البيعة نقضوا بيعة الغدير أمة مراجعها علماؤها زعماؤها بهذا الحال لا يتوقع منها أن تصحح مسارها بسهولة إلا بتوفيق من إمام زماننا نتمنى ذلك نتمنى ذلك نتمنى أن مراجعنا وأن مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية وأن حوزاتنا العلمية يهتمون لهذا الأمر ويلتفتون إليه ولا يعبؤون بي وبأمثالي بما نقول ولكن ليتفحصوا بأنفسهم افترضوني مراسل لأي قناة في العالم متحدث في أي مؤسسة إعلامية مهما كان دينها تفحصوا هذا الكلام الذي أقوله وأنتم اتخذوا الموقف الصحيح على أي حال إن بيعتنا لإمام زماننا تلزمنا أن نتمسك بهذا العهد ولذلك دائما أصر على مسألة تنقية عقولنا وتنقية الواقع الشيعي من الفكر الناصبي من الفكر المضاد والمعاند لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه كان في نية أن أحدثكم عن قناة القمر لا لأجل الدعاية والإعلام ولكنني فقط أردت أن أبين من أنني حين آمنت من أن الواجب على الأمة أن تتحرك بهذا الاتجاه باتجاه الإعلام والمكتبة الشيعية والتعليم ووجدت أن الأمة لا تبالي فقمت بعمل شخصي فقط وأنا لا أعتقد أن هذا العمل سيحقق شيئا كبيرا لا أعتقد ذلك قطعا ترك أثرا وسيترك أثرا لذا تحركت باتجاه الإعلام فكانت هذه القناة قناة القمر وتحركت باتجاه المكتبة الشيعية فكان المشروع الذي طرحته وتحدثت عنه وهو مشروع كبير مشروع كلامكم نور ونحن مستمرون في عملنا وأدائنا وإن شاء الله في أقرب فرصة في السنوات المقبلة إذا ما وفقنا ونجحنا ستتلمسون ثمار هذا العمل أما في جانب التعليم بودي أن أفتتح جامعة مدرسة تدرس منهج أهل البيت ولكن الإمكانات تحول فيما بين وبين ذلك وكل ذلك جهد شخصي لا أعتقد أنه سيغير الواقع صار وقت الأذان ووقت الإفطار ووقت الصلاة صلاة العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف قريبا جدا ولذا سأختم حديثي الحلقات القادمة سنبدأ بسؤال وسؤال مهم جدا سأفتح ملفا كاملا في الإجابة عن سؤال عن إشكال موضوعنا يدور في أجواء ولادة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه